صباح الخير أو مساء الخير على حضراتكم أنا دكتور رامي كارم عزيز أستاذ الميكروبيولوجيا والمناعة ورئيس قسم ميكروبيولوجيا والمناعة في كلية الصيدلة جامعة القاهرة بقدم لحضراتكم محاضرات في الصحة العامة والطب الوقائي Public Health and Preventive Medicine المقرر ده بيطرح في كلية الصيدلة أساساً بيطرح في فصل الصيف السنة دي 2020 وفصل خريف بشكل معتاد لكن إحنا السنة دي هي 2020 سنة خاصة جداً في الصحة العامة سنة مدرسة للصحة العامة تقريباً كلنا بنتعلم فيها الحاجات اللي درسناها قبل كده وسواء شفناها أو ما شفناهاش زائد حاجات أول مرة بنشوفها ويمكن مفاجآت بنشوف أن بلاد مختلفة تتعامل مع الصحة العامة بصورة تختلف تماماً عن مستوى هذه البلاد الاقتصادي والريادي في العالم كله وبلاد صغيرة يمكن قدرت تتعامل بشكل مجاجي المقرر ده بيطرح في إطار مقررات بردامج الساعات المعتمدة لتخريك صيدالي في كامل المعرفة ويقدر يشترك في التقن الطبي لكن احنا برضو السنة دي أنا ومع عدارة الكلية فكرنا يعني لازم بعض هذه المحاضرات على أقل فيها مبادئ الصحة العامة برضو من منظور شوية موجه للي هيبقى صيدالي أو كده لكن ممكن تتاح للجميع فهي متاحة فعلاً إن شاء الله لكل من يشاهدها بخلفية بسيطة جداً يعني في التعليم الطبي أو ممكن حتى لو حد بس عنده فضول يشوف بعض الأجزاء لأننا كلنا منتكلم في هذه المستلحات بتاعة الصحة العامة السنة دي كل التعريفات اللي هتيجي في الكورسو والطلبة كانوا بيمتحنوا فيها السنين اللي فاتت أعتقد لا تحتاج لمتحن مناعة القصيع اللقاح والمصل والفرق بينهم الأجسام المضادة والمناعة الدائمة والوقتية وكل بقى طرق العدوى والمعدل العدوى اللي بتسمى الأر نود حاجات كتير جداً بنسمعها وبنكررها كل واحد في الشارع تقريباً وفي كل بيت بتتكرر وتتقال وهل سنصل إلى مناعة القصيع وهل اللقاح سينقذنا حاجات زي كتير فيعني بدون إطالة أحب أستعرض مع حضرتكم مبادئ الصحة العامة وهذا المقرر اللي هو بنسميه في كلية السيدالة MD710 المحاضرة الأولى زي هتبقى مجرد مقدمة طبعاً في الأول يعني تعرف متبادل بيني وبين من يشاهدوا بسطة الطلبة اللي بياخدوا هذا المقرر وللأسف إحنا يعني مقايادين جداً مكبلين بموضوع التعليم الإلكتروني رغم أنه طبعاً ضرورة لكن برضو لا يغنى عن أن يبقى فيه نوع من التفاعل بأشكال كتير وهمها طبعاً رؤها العين يعني فطبعاً بديبقى فيه دايماً حاجز مهما تبادلنا التعارف برضو ما فيش حاجة تعوض اللقاء المباشر وده هيكون عن طريق بقى وسائط إلكترونية وإن شاء الله نتقابل برضو مع طلب المسجلين في المقرر ده نتقابل مرة أو مرتين يعني زي كأنها ساعات كده يعني مكتبية عشان نعدي على المحاضرات ونشوف بقى المفاهيم فيها وتكونوا أنتم موجودين لايف بالنسبة للمحاضرة الأولى يعني غير أن أنا أقدم نفسي وكورس خلفية سريعة عن ما نحتاج تذكره من مقررات الميكروبيولوجيا والمناعة وحاجات مبسطة جدا وبعدها نتكلم على ثلاث حاجات في المحاضرة دي تعريف الصحة ومقاييسها ما هي الصحة العامة يعني إيه الفارق بين الصحة والصحة العامة بالذات أو بين يعني تدريس التعليم الطبيعا متا والصحة العامة وبعض المبادئ البسيطة عن علم الأوبئة أو الابديميولوجي وزي برضو ما قلت في المقدمة كنوع يعني برضو من الاحتراز في الأول نحن في النهاية بنقدم حاجات بسيطة جدا ومتخص يعني فيه تخصص الصيدلة أساسا إلى جانب معارف عامة لكن طبعا لاغينا عندنا خبراء عظماء طبعا في هذا المجال يعني لو بيشوفوا ده أو في أي وقت لحظوا حاجات مش دقيقة أو نقصة أو محتاجة إضافة يعني يشرفون بتعليقاتهم لأن فيه ناس طبعا في مصر تتشتغل أساسا في الطب اللوقائي سواء في وزارة الصحة أو في المعامل المركزية أو في الكليات المختلفة كليات الطب أو تسام الأمراض المتوطنة وما إلى ذلك بدون بقى مقدمات طويلة ندخل في الموضوع أنا طبعا لو بعض الطلبة في كليت السيدالة درسوا معي قبل كده الإيميل بتاعي موجود هو اللي بيدرس المقرر ده في كليت السيدالة فريق منذ عدة سنوات تقريبا هو نفس الفريق من منصق المقرر دكتور أيمن سامير وأنا معاه احنا لاثنين أساة زافكس وميكروبيولوجيا ومعنا دكتورة ريهم سامير وهي أستاذ مساعد في قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بالنسبة لي أنا يعني طبعا تخصصي الرئيسي يعني أي أي حد في في البحث العلمي بتخصص زي ما شفنا في الفيلم العربي يعني ممكن يبقى التخصص دقيق غدا فأنا اشتغلت أبحاث من سنة 96 من بداية ما اشتغلت معيد في كليت السيدالة وبعنين يعني طبعا ما بين الأبحاث والتدريس سفرت في سنة 99 بحصول على الدكتوراه واخدتها من جامعة اسمها University of Tennessee Memphis رجعت كليت السيدالة وسفرت تانية عمل برضو دراسات يسموها يعني post-doctoral أو يعني دراسات متقدمة شوية ومتخصصة أكتر في مجالات هي أساساً الميكروبيولوجيا والأمراض المعدية وربطها بالجينات برضو فيما يعرف سواء بالإميونوجنتيكس أو المناعة يعني علم الوراثة اللي يتعلق بالمناعة أو بشكل أكتر تخصصت في علم الجينوميكس أو علوم الجينوم اللي ما ابتدت ودرست يعني عدة أمراض بكتيرية زي سريبتوكوكس وأمراض بتسببها الإشيريشيا كولاي والإتش بايلوري وبعدين الأمراض اللي بتسببها بكتيريا مضادة الميكروبيت المالترزيستن باتوجينت وأخيراً بنشترك في مشروع لمعرفة جينومات البكتيريا المختلفة اللي بتنتشر في المستشفيات سواء ممرضة أو غير ممرضة فده يعني موجة سريع لإيه اللي يؤهني أو يخاليني أكلمكو عن الصحة العامة زائد أن أنا حتى الآن عضو في الكونسل أو يعني المجلس بتاع الانترناشنال سوسائيس فورينفكشيز ديزيزيز أحد العضاء المماثلين لمصر وأفريقيا فيها واللي طبعاً سخرية القدر يعني المؤتمر السنوي بتاعها تلغى في بداية يعني كان في نهايات شهر فبراير في بدايات تحول مرض الكوفيد-19 اللي هنتكلم عليه كتير قوي طبعاً في المقرر ده تحوله من وباء يعني محلي إلى حد ما في الصين والبلاد المحيطة بيها إلى جائحة عالمية وهنتكلم على كل الكلام ده دلوقتي حضراتكو يعني لو منكو ناس درسوا معايا في السنين اللي فاتت أو أي حد بيشوفني الأول مرة أنا بتبنى يعني فلسفة تدريسية teaching philosophy بتاعتي بتاعتمد يعني ممكن اللي سهل الموضوع ده أكتر واللي بيخلي الفلسفة زي الدراسية كلنا دلوقتي بنستعملها هي إن إن احنا مضطرين كلنا نتعامل إلكترونياً لكن هي ما لهاش علاقة بالتعامل الإلكتروني قد ما لها علاقة بموقع المعلم والمتعلم فزمان طبعاً أن أيام بقى القرون الوسطى والبدايات كان دايماً المدرجس ده فوق قوي وطلبة يعني بقى أجلس هنا عند أخدامه للتعلم وكان ده لي أسباب إنه ما كانش في كتب ولا وسائط إلكترونية فكان العلم كله بينصب من أعلى إلى أسفل يعني بالبعنى المفهوم من الـ Potential العالي للأهل للوقت بالعكس المعرفة متاحة وتغمر الجميع وتزيد على طاقة الجميع فاللي محتاجينه من الـ Instructor اللي هو أنا في هذه الحالة هي الخبرة أكتر مش المعرفة بمعنى المعرفة المعلومات إحنا نتبادل المعرفة مع محتوى المقرر وده اللي بيحصل بالفعل بسبب الجائحة لأسينا حتى أنت مش بتيجي تقعد معايا تسمع المعلومات الأول لا بالعكس لندا بناخد الكورس كونتنت انت بتلاقي فيديو بتلاقي ملفات PDF وبتلاقي مذكرة المقرر وتقعد قراره وبعدين بتقابلني مرة تانية ده اللي أحيانا بيسموه الـ Flipped Classroom ان احنا بنقلب الكفاصل مش أنا بتديك المحاضرة وانت تروح تذاكرها لا انت بتذاكر المحاضرة وتيجي تقابل المعرفة وربا ضرت النفاع عن الاسلوب ده بيحقق استقلالية أكتر للـ Learner المتعلم وبيحقق له كمان انه هو يعني يبني نفسه بنفسه عشان بعد كده بعد ما ما ديكم شايفين زي ما بقول جائحة COVID-19 دي احنا كلنا بنتعلم منها حاجات كنا بندرسها وبدرسها بس يعني ليس كمن رأى ليس من سمع كمن رأى والإيده في الماء مش زال إيده في النار ورحنا نتعلم حالياً بالتجربة رغم قصواتها بس ان شاء الله يعني الخبرات دي هتفيدنا كويس دي مش عايزة تقول في ده بس أنا عايزة أكد عليكم حتى لو بتفصلنا الكاميرات والمسافات وانا مش قادر أشوفكم في النهاية برضو والتعلم القديم أو بعض الناس بتستعمله اللي هو الصب في قوالب إن الطالب كله يحط كل حاجة في الماء ويطلع ده لا يجدي لأنه بيطلع نسخ متشابهة من بعض ومتشابهة من كلام المعلم غير متعلقة بالواقع بينما التعليم اللذي نتمنىه يعني نشيل الكاميرا برضو عشان أخفف الفيديو عليكم شوية التعلم الأمثل يعني قد يكون عن طريق إن أنت تفتح مخك وكل طالب يتحمل مسؤولية تعليم وإلى حد المياه الهدف هو يعني أنه هدفي والنجاحي زي ما بقول لكم يعني كثير منكم درسوا معي قبل كده طبعا النجاحي الأقصى هو أن أثير فضولة وأن أبقيك يعني في حالة فضول في حاجات كتير طبعا هنتكلم فيها أكتر لما نتقابل face to face إن شاء الله أو على الزوم يعني أو على أي وسيلة التواصل تاني لكن في مقرر موجود برضو على جوجل يعني مصادر المقرر عدة ومعا أنا دايما أنا شايف أن الصحر عامة بزات من المواد اللي هي تعلم مستمر فبالتالي كنا من عدة دفعات من سنة 2014 15 عاملين بلوج مع الطلبة يمكن ما تجددش كتير أفلامه حاجات طريفة عن الـ public health اسمه micro405.tumblr.com في موقع وابليكيشن على التليفون اسمه quizlet الموقع اسمه quizlet.com والابليكيشن اسمها quizlet app دي هتلاقي فيها كل الترمنولوجي اللي علاقة بالكورس وده الرقم بتاعه طبعا لما تاخده المحاضرة ممكن تدوسوا على اللينك ده من PDF أو تكتبوه زائد إن فيه برضو وسيلة تانية اسمها Socrative أنا بحب استعملها في التعليم التفاعلي برضو وهي برضو application أو website سواء تدخلها من كمبيوتر أو من تليفون أو تابلت بتخش كستودنت ممكن تخش كتيتشر في وقت تاني يعني وتدي اسئلة الناس لكن هي ميزتها إنها بنتشارك فيها اسئلة يعني لو دخلتوا دلوقتي على Socrative وانت بتشوف المحاضرة دي غالبا هتلاقي بعض الاسئلة لو لسه داخل في أول مقرر هتلاقي الاسئلة ندخل في يعني في مجال بقى أو نطاق الكلام اللي هو ما هي الصحة العامة وما هو مقرر الصحة العامة السينيزي زي ما حضرتكو عارفين زي ما قلت في الأول برضو المقرر ده مطروح في كلية السيدلة سواء كجزء من يعني مقرر الصيفي أو مقررات الخريف ولكنه أحد هذه الكورسات اللي بتبتدي بقى كلمة MD مش مبتدي بأي حاجة فارمسيوتك لأنه هو أحد المقررات الطبية بتبسى ما الطب الوقائي أو Preventive Medicine وهو من العلوم الطبية وفي نفس الوقت في كلمة Public عشان كده دايما Public Health يعني ما نيجي نتكلم في Public Health عمتن سواء كلام عام أو كلام علمي في الحالتين هو يعني في تدخل بين كزا حاجة أولا طبعا بين العلوم الصحية عمتن وبذات الطبية ثانيا بين Public اللي هو الحاجات العامة كل حاجة في البنية ممكن تبقى Public طبعا ولكن هنا المقصود به صحة المجتمع الصحة العامة وهي ترجمة الحرفية فمن ناحية هي معرفة هامة لكل شخص مش لمجرد الطباء أو يعني الصيدل أو الفريق الطبي ثانيا هي كمان أمور عامة لدرجة أن تدخل فيها سياسات وبالتالي Public Health هو أحد هذه الحاجات العلوم اللي هي فيها سياسة وفيها علم يعني مثلا منظمة الصحة العالمية اللي بتعمله بيسمى سياسات Policies سواء بقى يعني أنا مش أزي بالسياسة الحكم والتداول السلطة ومش على الانتخابات لكن في النهاية المقصود بيها وضع سياسات وبنشوف ده بالزبط في الحالة اللي احنا عايشينها برضو عشرين عشرين سنة الجائحة إن كل بلد بتنتهج في الآخر سياسة مختلفة تتفق مع مبادئها مصادرها مع الطبقة الحاكمة فيها لكن لا يمكن فصل يعني يمكن فصل العلم عن السياسة في أمور كثيرة لكن في الصحة العامة لازم هتلاقي سياسة الدخل ممكن سياسة تروج يعني يعني عايزين بقى الخشف تفاصيل بس تلاقي أحد الحكام بيروج لمسلا دوا معين حاكم تاني بيقول إحنا اللي سبقنا البلد الفلانية ونزر الدوا بتاعه قبل أو اللقاح قبل وهكذا الحاجة التانية الفريدة من نوعها في هذا المقرر واللي برضو أحب نركز عليها هي إنه إذا كانت كل المقررات الطبية والصيدلية اللي احنا ندرسها وده لسناها لغير دلوقتي عن المرض وده بطبيعة الحالي يعني أنا في قولية الصيدلة طبيعي إن أنا هتكلم عن الأمراض عشان أنا عايز أعالجها لكن هذا المقرر بتكلم عن الصحة نفس الحكاية في الدراسات الطبية أنت بتدرس الأول الوظائف بتاعت الجسم الفيسيولوجيا والناتومي والوظائف يعني شكل الحاجات الطبيعية إيه وبعين تدرس الفيسولوجيا علم الأمراض والأعضاء دي لما بتبوز بيحصلها إيه ووظائف الفيسيولوجيا وحاجات زي كده فهذا هو علمه برضو فريد من نوع ومقرر انترسين جدا ويمكن طبعا دلوقتي بقى انترسين يعني زمان كان برضو الطلب وتقول يا هذا عمل زي مادة التربية الوطنية اللي كنت ندرسها زمان ده كله مش عارف اعمل كذا وكذا وكذا آه لأن فيه سياسات ولكن هو في الآخر حاجة معاشة جدا ومرتبطة باللحنا نعمله كل يوم فبالتالي يعني لو مقررات كلها هدف هنك تعالج برضو سواء مقررات الطبية أو الصيدلية هذا المقرر فريد من نوع انه هدفه الوقاية أو منع المرأة افويد الززيز يعني انت عايز لو نجحت في هذا المقرر مش هيبق ليك شوكل طبعا بحظر برضو زي حاجة مهمة عرفها زي ما ناس كتير بتحظر تتندر وتقول لك الصيدلي والطبيب ده بيتكسب من أمراض لا طبعا من الكلام ده يعني في حاجات كده بتفقد أحيانا الرسالة بتاعتها مثلا لما نشوف ممارسات بعض الناس الخطيئة لكن بالعكس دي علوم يعني تشترك في إنقاذ حياة إنسان بمعنى كلمة يعني ممكن ما حاجة يخش في الإجزخانة ما يلحقش يروح أي حتة تانية و ممكن تديله أرث معين حاجة يعني ممكن ياخد اللقاحات سواء في الإجزخانة أو في المستشفى على يد الطبيب أو الصيدالي أو 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 ف نتكلم في حاجات بتنقذ الحياة في التاوي اللحظة وحاجات بتنقذ الحياة على المدى الطويل من خلال السياسات بتتعامل طيب يعني هل لو الأمراض خلصة الوظائف دي هتروح يعني طبعا أمراض لا تمتهي ولكن يريد الأمراض تمتهي مين ما يتمناش كده لاتجاه في العالم كله دلوقتي ان انت ما تروحش المستشفى يعني وبالضبط زي اللي بيحصل برضه بسبب الجائحة لو تقدر ما تروحش الكلية ما تروحش تقدر ما تروحش المستشفى ما تروحش ليه انت حتى ما بتروح مستشفى لأي او العيادة لأي سبب ما انت بتقابل يعني ده حيث المرضى كلهم موجودين او المرضى المشتبئين فانت ممكن تروح بمرض وترجع باتنين تتعادي من حاجة تانية فالاتجاه في الطب كله حاليا مش بس يكون طب وقائي انما هو يعني يعني ياريت الليكزخان زي ما فيه نسبة التارية مثلا الليكزخان بيقولو فين الأدوية دي كلها مش عارف حضرته ياريت الليكزخان ما بقاش فيها أدوية خالص في المستقبل ياريت يبقى كلها فيتامينات وحاجات بتخلي صحتك يعني بتخليك تبقى في حالة الصحة نفس الحكاية زي ما قلنا في الهدف او الميشن بتاعت الطب لو الميشن بتاعت الطب نجحت انت ما تروحش المستشفى خالص يعني لو الدكتور بمعنى صح انه هيبقى يشتغل على طول على التاكل كويس تغذى كويس تحافظ على نفسك في حالة صحة زي ما هنقول تعرفها ده ممكن كلام ده طبعا تقروف المحاضرة ان السيدالي جزء من لا يتجزق من الهيلف كير تيم وسيدالي بطبيعة الحال وبالذات في البلاد اللي بيسموها يعني ذات الدخل المتوسط البلاد اللي بيسموها البلاد النمية بس ده مش مصطلح شيك قوي يعني كل البلاد نمية في الآخر بس في بلاد بتخافح وبلاد يعني زي ما بيقولوا وصبت الهدف يعني أو اللي بيسموها النعمة والنخمة اللي بيحظى بها السيدالين هو وسط محلات يعني كوميونيتي في الغار مثلا انت وسط المحلات الطبيب برضو في الآخر في عيادة محتاج من أحد يروح له ويحجز ويطلع نفس الحكاية في كل التواقم الطبيعية أو السياة حتى السياة اللي في المستشفيات لكن السيدالين بتاع كوميونيتي ده محكمة علي انه فوزة محلات وبالتالي هو بيبقى دايما المصد الأول يعني هو اللي بيريفير ممكن يقول واحد داخل يسأله على حاجة بسيطة يقول انت وتروح للطبيب الفلاني في بعض البلاد ويعني عندنا في بعض القرى في حتاة انت ممكن ما تلاقيش الدكتور في الوقت ده ممكن يبقى السيدالي هو يعني هو اللي بينقص زي ما قلنا حياة فلازم يبقى عارف المبادئ الصحة العامة والإسعافات أو ليه أكتر من غيره وعامتا انت كبني آدم برضو يعني كأب وكأم حضرتكم ما تتخرجوا وان شاء الله قريبا جدا تكونوا قسرتكم وانت لازم تبقى عارف التطعيمات ايه والطفل يعني هو الهدف من الكورس ده انا مش بحاول اقنعكم يعني مش محتاج قصدي اقنعكم بأهمية المقرر لكن يعني فعلا بقولكم الصحة العامة غني جدا وبالذات بقى في 2020 اللي هي برضو لسخرية القدر اسمها سنة كوفيد 19 يعني 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 احنا ورثنا ترك غريبة جدا من سنة 19 من اخر ايام سنة 19 وعايشينها في سنة 20 هي سنة كوفيد 19 وبردو عايز اقول كلمتين على النقطة دي انا زي ما قلت محكومة علينا برضو ان احنا هنتكلم كتير قوي في هذا المقرر على كوفيد 19 فبس ضبط المصطلحات في الاول كوفيد 19 ده اسم مرض وهو اسم غريب شوية مش من الناس المتحمسين لي يعني اسم غير معتاد انك تلاقي المرض مش باسم المسابب المرض مباشر فهو اول ما المرض ده ابتدى سموه كورونا فيروس الشينيز او الوهان كورونا فيروس اللي هو ظهر في قيم وهان بس كورونا فيروس دي عائلة كبيرة جدا من الفيروسات زي ما كل ناس حفظة للوقت فحبوا يعينوا الفيروس ده بسرعة جدا اكتشفوا ان الفيروس ده من عائلة خاصة من الكورونا فيروس مع البيتا كورونا فيروس وتبع عائلة السارس اللي ظهرت من زمان اللي بتسبب لنا ادوار برد او شبيهة بالبرد فمنظمة الصحة العالمية في رأي استعجلت بهذه التسمية اولا لزقوف سنة وده حاجة غير طبيعي المفروض الوباء تسميه باسم سنة ماشي يعني كممكن نسمي كوفيد-19 ده اسم الجائحة لكن هما سموا كمان المرض كوفيد-19 كورونا فيروس كوف والكورونا وفيروس الفي آي والدي ديزيز يعني اللي هو اسم فعلا جينيريك جدا مرض فيروس الكورونا المرض اللي سببه فيروس الكورونا والذي ظهر سنة 19 اسم مش محبز من معظم علماء الفيروسات بس خلاص اقول له حصر زي بالزبط ما بنقول يعني الامراض التانية في مرض اسمه الانفلوانزا بيسببه الفيروس اسمه انفلوانزا فيروس مرض اسمه مثلا الحصبة الميزز بيسببه الميزز فيروس حاجة منطقية انما تلاقيه هنا بالعكس هنا سمى المرض على اسم عائلة الفيروس مش الفيروس نفسه حتى فلما تنبأ يعني على بالمع علماء الفيروسات لحقوا يكتشفوا نوع الفيروس بالزبط وقربته سموه SARS كورونا فيروس 2 لان كان فيه SARS قبل كده فكانها بالاحرى ان يسمى المرض يعني SARS 2 اللي هو مرض متلازمة التنفسية Severe Acute Respiratory Syndrome 2 ده الاسم لأي حد من علماء الفيروسات كان هيسميه إلا أن منظمة الصحة كانت تحت ضغط ولما تشوفه في الأفلام يعني تكلم على مواضيع شبه كده دايما السياسة أو الإعلام عايزين اسمر المرض بسرعة عشان يبتدوا يستعمل فتسمى COVID-19 وخلاص لازق فيه الاسم ده ووصل من سنة 19 يعني إلى الأبد هتفضل موصومة بهذا المرض بينما زي ما بقول لكم كان الأصح انه يتسمى مثلا SARS 2 أو أي الاسبيراتو نيم تاني في حاجة سابق كده اللي هو مرض الإيدز مرض الإيدز اللي هو نقص المناع المكتسب مش المكتسب على فكرة بس ده موضوع تاني يعني بنتكلم فيه هو النقص هو اللي مكتسب كل الناس بتقول المكتسبة بس هو الإيدز اسمه كده اللي هو الأكيوت إميون ديفيشنس سندروم إيدز بيسببه فيروس اسمه HIV اللي هو إميون فزي ما بقول حضراتكو سنة 2020 هي سنة باقتدار أو بامتياز هي سنة تهزيب وإصلاح لنا كلنا وتعليم لل الكورونا لل public health بسبب كورونا بيروس طيب بسرعة بقى جدا إيه هذا مقرر ال public health اللي انتم هتدرسوه أنا بدرس فيه تيلت اللي هو التيلت اللي بيتعلق بالهيالت وما يجعلها public وبالتحديد الانفكشنز احنا هنتكلم على تعريف الصحة وهناكتشف ان الصحة لها معنين معنى ان انت ما يجيلكش مرض زي ما قلنا ده الرسالة القديمة للصحة والرسالة الجديدة انك تحافظ على نفسك في حالة جيدة اللي هي الوالنس والوالبينج وياريت لو كل الناس ما تبصلش مرحلة المرض أصلا فده جزء تاني تخذو في المقارد فجزء الدزيز ده بالذات بنتكلم على أمراض يعني بتنتقل إلى السرية وغير السرية يعني وبنتكلم على الأمراض المعدية وغير المعدية وبالتالي احنا عايزين نمنعها فده الجزء اللي أنا هقدمه لكله هو صفات الأمراض المعدية وازاي خطوات منعها تاخدوا بعد كده أمراض غير المعدية والأمراض المزمنة وبعدين حاجات بقى عن الأكل يعني التغذية السليمة وتنقية المياه وكمان فضلات المياه المجالي لأنه برضو دي جزء مهم جدا من الصحة يعني حتى لما بتلاقوا يعني السباك اللي بيجي يصلح المواسير والحاجات زي دي اسمه أو لو عنده محال باسمه أدوات صحية فده جزء من الصحة نتوصل لك مياه نظيفة وانك تتخلص من الفضلات ده أساسي للصحة الجزء التاني خلمت إهالة لأنها public فهنتكلم على تطبيقات الـ public أكتر ودي يمكن من خلال قراءات ودراسات شخصية ومشروعات لأنه هنشوف إزاي بتتطبق بالذات في حالات الصحة المدرسية للأطفال صحة المسلمين وبذات دلوقتي دي مهمة جدا صحة الأم والطفل تنظيم الأسرة وحاجات زي هذا هو محتوى لهذا المقرر بس هي المحاضرة الأولى دايما بتبقى لها صفة المقدمة منتقل من مقدمة إلى مقدمة أخرى وممكن ناخد فاصل قصير أو بريك كده من لسه برضو في إطار المحاضرة الأولى لمقرر MD710 فإحنا تكلمنا كده مقدمة شاملة لما هي الصحة العامة كأهمية وليه بندرس ومش عاليفة دايما برضو لما بتلاقوا علامة زي دي برضو بنسبة للطلبة اللي بتدرس الكورس دا يعني في إطار مقرر الصف أو الخريف هيمتحنوا فيه في الآخر فإما بحط برضو حاجة زي كده يعني ما تحفظش الحتة دي بالزيت ما فهاش حفظه خالص يعني لتفتيح الموخ أكثر يعني to make you more curious فده بس استرجاع سريع جدا لمفاهيم المايكروبيولوجيا اللي حدرسناها قبل وهي أن جميع الكائنات بتتصارع في الآخر من أجل البقاء أي كائن موجود الواسع على سطح كوكب الأرض هو كائن نجح في حل معادلة سراع البقاء لو فشل في هذه المعادلة هيختفي خلاص مشان نسمع عنه ولا عن أنساله فبالتالي إحنا ككائنات بتثير على الأقدمين اللي بتثير على الأربعة والنباتات وكل ما يدب على الأرض وكل ما هو تحت الأرض والحشرات والجراثيم الكتير كل دول هم هدف واحد أن يبقوا على قيد الحياة متنفسين يستعملوا الطاقة اللي حواليهم وأن يحفظوا على نوعهم كمان يعني مش بس هو بيعيش لنفسه لا عايز كمان الDNA بتاع والمادد الورثي بتاع تطبقى وتستمر عن طريق التكاثر بشكلها فأحيان كتير جدا جدا زي ما بيحصل كده التساكن في حتة والمية قلت تتخنق مع جرانك عليها لو المية ده ونت بلد وبلد تانية تتخنق على ثروات معدنية ومية وحاجة نفس حيك إحنا ممكن أحيانا مع بعض الكائنات الأخرى الحية اللي تختلف عننا في الصبغة الورثية يعني نتنصرع على صم بعض الغذاء وقد يكون هذا الغذاء واحد يعني وقد يكون هذا الغذاء أنت شخصي يعني ممكن تلاقي أحد الكائنات المتسلقة دخل جسمك وعايز يأكل هو يعني الكائن ده مسكين يعني برضو عايز يعيش بس هو مش يعيش على حسابنا فده اللي أحيانا بيسبب مرض لو حصل نوع من الصراع لو ما حصلش صراع بالعكس حيان بسبب فايدة ممكن جدا هذا الكائن يعيش معك في وفاق تم ويفيدك كمان ويدافع عنك فمن ناحيتنا كبني أدمين احنا بنحاول قدر الإمكان تفادى ان الكائنات دي تسبب لنا المعرض لكن احنا محاطين بالكائنات الدقيقة ومهاجمين باستمرار بفيروسات وجسمنا نفسه في بعض الفيروسات وخلاص خلاص تكيفنا حتى الحسنات اللي في جسمنا ممكن بعضها لها فيروسات بتسبب وقد نتورت بعض الفيروسات برضو المايكروبات لا تتوقف عن الصراع برضو من أجل البقاء وزي ما قلنا لو انت اي حاجة دخل جسمك غريبة عنه بتخبطها وتقتلها وتقومها هم كمان عايزين يعيش ويتغزوا فقد يحدث احيانا ان يسببوا مرض لكن ليست هذي قاعدة والدليل على كده ان احنا جسمنا فيه من 10 قص 13 ل 10 قص 17 دي أرقام كبيرة جدا يعني 10 قص 13 دي يعني 10 مليون مليون و10 قص 17 يعني 100 مليون مليون رغم ذلك ده عدد البكتيريا اللي بتزور جسمنا واللي عايشة في مصارنا دلوقتي في جهنا وعلى أدينا ورجلينا وفي شعرنا ورغم ذلك نادرا ما تسبب الأمراض لان احنا عايشين في وفاقنا امتى يحصل المرض لما المقاومة بتاعتنا تفشل او لما يدخل كائن غريب مش متكيف معنا يعني ده شكل الأنواع وسلايت دي أديمة شوية يعني ممكن تكون عمرها سنتين في هذا المجال اللي هو بيسموه المايكروبيوم ريسورش او المايكروبات اللي عايشة معنا يعني وتحيط بنا كل أسبوع واسبوعين في حاجة جديدة فهو يعني احنا اللي عارفين انه في حوالي 600 نوع من أنواع البكتيريا او في الجلد وفي مش عارف الجهاز التناسولي كذا في الانتستن اللي من أغنى المناطق فيها من 500 لألف سبيشيز وهكذا ودول بيقوموا معنا يعني البكتيريا اللي جاي من برا هما يعني اللي هو أنا أخوي على ابننا أنا وفضل يعني بيسموه ما بيتعضش الإيدة اللي بتتمكدلها يعني لو احنا ولي نعمتها فهما بيدفعوا عننا برضو برضو المصلحتهم في الآخر انهو البكتيريا اللي مع الششة في الانتستن بتاعنا وبتفيدنا بتعملنا بيتامينات مش عايزة بكتيريا تناتيجي من برا تاخد تسحب الأرض منها وتتغز على حسابنا وعلى حسابنا ففيه اتفاقيات دفاع مشتركة بيننا نيجي بقى المصطلحين مهمين جدا نفتكارهم برضو من دراساتنا السابقة الانفكشن هي العدوى الكلمة دي بنغلط فيه كلمات كده كتير قوية تلاقونا بنغلط فيها كتير في الكلام الدارج لازم ما نغلطش فيها مقرر اسمه الصحة لعنى احد هزيك كلمات الانفكشن اللي دايما كلمة كده افكشن حتى فيها شين وكش وكده فبنتخضر الانفكشن مش معناها مرض هي الكلمة بتخض واحيانا بتلخبطنا مع كلمة اللي هي معناها التهاب الانفكشن ده استجابة مناعية من جسمنا قد تكون لخشبة دخلت في جسمك ملاش علاقة بالانفكشن بالتحديد لكن معظم بالانفكشن بالسبب الانفكشن ماشي لكن الكلمتين غير بعض هما اللي تنبي بتدوا بإنف بس مش زي بعض هما الانفكشن دي انفكشن معناها عدوى يعني دخل علاقة بينك وبين البرازايت البرازايت دخل جسمك كائن متطفل دخل جسمك قد يكون معناها مرة ما يقولك حد جاله انفكشن بتتخضع بطوله عايز وقد يكون شخص عنده انفكشن ولا يكون عنده ديزيز ونفس الشخص التاني يجيله نفس انفكشن يجيله الديزيز ليه ده بقى بسبب حاجات كتير أهمها الاميونيتي كلمة اميونيتي دي طبعا درسناها كتير كلمة لاتينية بمعنى اميونيس كانت بتطلق عالناس المعفين من الضرائب في الدولة الرومانية معفي اميوني يعني معفي يعني عنده حصانة فهي كلمة لذقت بمعنى حصانة فاحنا الحالة الطبيعية بتاعت جسم الانسان انه في مناعة وده طبعا درسنا من زمن انه حصين لكن الاستثنى هو ان يحصل خلل في المناعة فتتحول الانفكشن الى ديزيز فده ده concept مهم جدا الميزان ده بيحكمه من قدرة الميزان اللي سبب مرض او لا او حتى يخلي الانفكشن تنجح او لا او الانفكشن الكائن عايز يدخل يعيش بواك عدو ولا حبيب دي هنعرفها بعد شوية ممكن سواء عدو ولا حبيب جسمك بيتصدى لي حصل توافق بنا خلاص ما حصلش توافق الكائن ده هيدخل جسمنا يا قتل يا مقتول بقى انت هتتخلص منه ما هو قدرة البكتيريا الممرضة او الفيروس دي حاجة وقدرة الهوست بردو بتختلف من شخص للتاني والبفاعيات بتاعها اذا اللي عايزين نتفق عليه بس في بداية هذا المقرر لانه ما نخلقبطش من كلمة انفكشن ودزيز انفكشن دخول بكتيريا جسمك وانها تترستق في الجسم ده دزيز لو البكتيريا دي ممرضة ولو جسمك فشل وبهذا المعنى يعني الدزيز ده بيحصل يسبت البكتيريا دي في مكانها ويعقد معها اتفاقيات مشتركة او يخلص منها خالص فبالتالي الانفكشن لا تعاني بالضرورة المرض بالتالي كمان ممكن شخص عنده عدوى ما يكونش عنده مرض ولكن ينقل العدوى لشخص تاني والله اعلم شخص تاني عنده مرض وده منشوفها كثير قوي وبرضو موجودة في حالات الكورونا فيروس انه ممكن واحد يبقى شكله غير مريض وهو غير مريض للمرض دايما مقترن بساينز and سيمتوم علامات واعراض علامات بيوصفها بتبانى على الشخص من بعيد او يعني تشوفها من خارج والسيمتوم اللي هي بيوصفها ونقول الكلام لكن ممكن الشخص ميبقاش عليه اي سيمتوم ومعندوش بزيز لكن ينقل الفيروس او البكتيريا للشخص تاني في حالة الكوفيد ما انت ممكن الفيروس يتنقل من واحد ما عندوش اي اعراض وليس عليه اي مرض لكن اللي يجي له منه يحصل له مرض اتنين ممكن يبقى واحد تخين وطويل وعريض طول بعرض ومعندوش اي حاجة واحد جنبه رفيع ومش عارف يعني صغير ومعندوش اي حاجة واردو ويجي يعني واحد بقى شكله بيرفكت هلت يعني لا هو تخين ولا رفيع ولا يعني اللي هو بيقوله عليه يعني نموذجي والشخص ده جهاز المناعة بشكل ما يأما يعجز في الانتصال على المرض زي اي مجهز المناعة يستجيب بشكل اللي المبلغ فيه او يسبب مرض اكتر ثالثا معنى كده ايه كل ده برضو في الدرداشة يعني انا مش عايز نركز على كل المفاهيم مثلا زي حاجات احنا عايش الفرق بين العدوى والمرض مهم جدا ان نبقى عارفين الفاكسين بالتالي ممكن يمنع في بعض الفاكسين قليل جدا بيمنع العدوى الفاكسين عمتا او اللقاح ليس هدف انه يمنع العدوى يعني لو نبقى العدوى يبقى حاجة جميلة جدا فهو في النهاية هدف ويمنع المرض فانت ممكن تبقى واخد اللقاح يخش جوه جسمك البكتيريا او الفايروس وبما ان انت مطعم وعندك اللقاح جسمك يستجد تماما وينتصر لكن مش شرطة اضيع الفايروس وفيش غير الفايروس واحد تقريبا البشرية قضت عليه تماما اللي هو الجدري smallpox وفيه فيروسين تانيين كده في طريقهم للقضاء عليهم لكن في النهاية العدوى تبقى موجودة والمرض هو مش موجود وبالتالي التطعيم مهم جدا لكل الناس مش مجرد ان انت يعني مثلا طبعا نتكلم برضو في مفهوم من مناعة القطيع في الآخر مش عايزين نسبق لأحداث بس مش مجرد ان خمسة ستة كده الطعامه ينزلوا بقى من غير كما مات وممكن يعني طبعا برضو الموضوع نسب يعني في حالات حسب نوع العدوى وسرعتها وعدد الناس المعادية لكن ممكن جدا شخص متطعم وصحيته نفس الشخص اللي الطعام يتعدي ويعدي وهو ما لهوش أي عراض فبالتالي ده برضو من أهمية فاهمينا الفرق بين المرض والبعد دي مداخل مش عايزين نطول فيها بس دي مداخل الممكن العدو تخش بها للجسم طبعا دي رسمة يعني تخطيطية مش رسمة حقيقية احنا بالنسبة البكتيريا مصدر غزاء كبير قوي فهي ممكن تخش من أي فتحة تشوفها من الماوس تخش على المعدة مثلا أو تخش الجهاز التنفسي برضو من الأنف على الرئة ممكن تخش من الماوس وتطلع بعد كده من الجهاز الهضمي إلى الفضلات إلى الخارج وتقعد حد تاني ممكن تخش من الجهاز يعني الجهاز التناسولي مثلا وممكن تخش عن طريق الجلد رغم أن الجلد صور حصين إلا أنه ممكن تقطع عن طريق جرح مثلا مثلا خنجر الفصيع أو أرصة نموس أو أرصة حشرة معين فكل دي مداخل للبكتير ممكن عن طريق العين طبعا الصورة دي كتير منكم قوي شافوها وهي شائعة جدا في عصر الكوفيد 19 برضو ده منظر الدروبلتس اللي بتطلع من عطسة واحدة تصورت بتقنية معينة يعني وتعمل لها طبعا بعض التعامل الدروبلتس اللي هي قطرات الرزاز الكبيرة مش الصغيرة اللي بتطلع من واحدة كبيرة جدا وتقيلة وبتنتشر في منها بيتفتفت ويتصير مسافة أكتر وفي منها بيقع على الأسطح فدي عطسة ممكن تمنعها كمامة مثلا آه ممكن يعني الكمامة تضايقة وكذا بس تخيل كمية الرزاز ده كله لو أنت عندك طبعا لو ما عندكش أي حاجة تقنية غيرك ودي بس واحد بس يعني عشان دي الفكرة الناس بتقول أنا نزلت مئة مرة وما جاليش آه الحمد لله نزلت مئة مرة وما جاليش المرض التنفسي عشان ما فيش حد حواليك عنده لكن واحد بس يكفي أنه يعدي مئة واحد ومئة واحد ممكن ما يعدوش يعني هي دايما إحنا ما بنحسب معدل العدوى بنحسبه في المتوسط لكن في حالات بيبقى اسمها super spreader events لو أنت مثلا رفحت زحمة وعطست عطسة قوية والناس ما قدرتش تهرب العطسة يعني عاليش كلام مؤرف شبسو هتيتعيدك وهيروحوا فين يعني هتيجي عليهم مفيش حاجة اسمها أصلا قالولنا للشخص ما بيعدش غير ثلاثة لا أما الشخص ده ممكن يعدي خمستاشر عادي لأن فيه خمسة آنيمة عادوش غير واحد كل واحد وفي المتوسط هيبقى مثلا أربع أشخاص عادوا عشرين واحد فذي حاجات كلها مهمة جدا في الصحة العالم ناخد بريك قصير ونسويتش متهلي الفيديو تاني عشان مايبقاش الفيديو تقيل قوي